نشوف في آخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المختلفة وتحديداً من جريدة الجمهورية مع نزل مليتنا العزيز هنة أبو القاسم ومعها الضيف العزيز أيضاً الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي صباح الخير يا هنة عليك على ضيفك صباح الخير عليك يا نهواند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان خلوني بس قبل مبدأ جولتنا الصحفية قولك حمد الله على السلامة يا نهواند ونورتي عشت الصبح في الأهلي مرة تانية سلام يا هنة ربنا يا خليك والله يحشتوني جداً وأنا بشكركم لأن المرسلين كلهم كمان سألوا عني وزملائنا الأعزاء نشكرك جداً يا هنة شكراً لك خلونا دلوقتي نبدأ جولتنا الصحفية هيكون طبعاً معي ضيفي العزيز أستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي وكاتب الصحفي لكن في البداية خلوني أبدأ بعناوين أخبارنا اليوم البداية من جريدة الجمهورية كورونا يحاصر كفة أمريكا ومن جريدة الشرق الأوسط الجولة الأولى لكفة أمريكا بداية قوية للبرازيل وانتصار ثقري لكولومبيا وأخيراً من جريدة الشروق ألمانيا في نهاية مبكر أمام فرنسا بطل العالم والبرتغال تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام المجر في بودا فست طبعاً هيكون معي أستاذ حسام الغربوي عشان ينقشنا في جميع المواضيع في بداية طبعاً برحب بحديتك على شاشة قناة النادي الأهلي ونبدأ بكورونا اللي بيحاصر كفة أمريكا طبعاً بعد إصابة بعض أعضاء بعثة كولومبيا بالفيروس ليتسع عدد الفرق والمنتخبات اللي مصابة لثلاث منتخبات يعني عايزة أعرف رأي حريتك خصوصاً أن فيه كتير من الاتهامات لاتحاد الكرة بأمريكا الجنوبية عفواً واختيار برازيل لاستضافة البطولة طبعاً هو شيء طبيعي أن ده يحدث لأن إحنا في وباء عالمي صعب جداً إحنا نسيطر عليه هو طبعاً كل الإجراءات القوية الاحترازية اللي العالم كله بيتخذها هو من أجل تقليل الإصابة بيه ولكن هو طبعاً بينتقل عن طريق الهوى واللامس وعن كل شيء فعشان كده الإصابات دي حصلت لسه مؤخراً فيه كولومبيا فيه اتنين من البعثة بتاعتهم وقبل كده كان فيه تمام اللاعبين من فينزويلا وتلاتة من بوليفيا فطبعاً ده وصل الموضوع إلى الاتهامات اللي حصلت ولكن طبعاً هو اللي كل ما بنرجوه أن الجميع التزم بالإجراءات الاحترازية لأن هي دي الفايصل ما بيننا وبين محاربة الفيروس اللاعين دوت وطبعاً لأنه ممكن غلطة واحدة بس بسيطة من لاعب أو مدرب أو جهاز فني أو حتى المعدات اللي بيجي بيها كل اللي بتأتي بها كل بيعسة إلى المكان البطولة ممكن ينقل الفيروس وده شيء طبيعي وإن شاء الله ربنا ندعي ربنا سبحانا تعالى أن يخلصنا منه على خير عشان تعود تاني الحياة الرياضية لأن بصراحة وجود الفيروس بالشكل ده في العالم موقف كثير من البطولات وحاطة التخوفات حتى في الأولمبيات القادمة في اليابان بنلاقي تخوف رهيب لدرجة أن فيه بعضاً هناك أنهم طلبوا حتى بتأجيل البطولة ولكن إن شاء الله الإجراءات الاحترازية القوية هتواجه بقوة إن شاء الله إن شاء الله استكملنا الحديث عن كوفا أمريكا طبعاً الجولة الأولى شهدت مباريات كبيرة جداً وبداية قوية للبرازيل والفوز على بنزولا 3-0 وأيضاً كولومبيا قدرت تفوز على الإكوادور 1-0 هل نعرف إيه رأي حدتك في المباريات؟ طبعاً هي بداية قوية جداً أن جميع الفيرق عايزة تثبت وجودها وكيانها وتحقق بطولات ما كانتش أخذتها قبل كده وإحنا شفنا حتى في كولومبيا قدرت إن هي تفوز على الإكوادور في مفاجأة كبيرة جداً وتعتبر حصلت على الصقر من كولومبيا لأن قبل كده الإكوادور فايزت عليها بستة أهداف في تصفيات كاس العالم ورغم إن كانت الإكوادور في الشوت الثاني مسيطرة لحد ما ولكن كولومبيا قدرت إن هي تخطف هدف المباراة وتأكد إن البطولة هيبقى لها طعم وشكل تاني إن إحنا بنتوقع قوة من جميع الفرق وهي دي بصراحة سيمة البطولات الأوروبية اللي إحنا بنتمتع بمشاهدتها أخيراً بقى أنا ستطرق للحديث عن كأس الأمم الأوروبية يعني النهاردة في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات هنشاهد مباراة قوية جداً يمكن أشبه بالنهائي بين ألمانيا اللي هتلعب على أرضه وفرنسا بطل العالم وأيضاً طبعاً بين البرتغال اللي عايزة تحافظ على اللقب أمام المجر عايز نعرف إيه توقعات حدوثك للمباراة طبعاً هي دي من المباراة الكبيرة جداً تعتبر نهائي مبكر جداً بين أبطال عالم وفرق قوية بتبقى جميع خطوطها قوية زي فرنسا كده بقيادة ديديا ديشان اللي هو عايز يوصل يحقق البطولة الأوروبية مع بطولتين كاس عالم قبل كده ليحقق أول مدرب يحقق البطولة دي وبيعتمد على بعض العناصر القوية جداً مثل هجو في حراس المرمى وهردانيس اللي هو بقى مفاجأة فيه التهديف وزادت قدراته جداً مع بقية العناصر القوية جداً اللي بتعتمد على الهجوم اللي هو المستمر والخاطف معه التركيز الشامل وطبعاً ديشان لو قدر أنه يفوز مباراة دية على ألمانيا طبعاً هتحقق له الهدف أنه طبعاً فاز على ألمانيا كأحد الفرق القوية جداً على أرضها في نفس الوقت بيلاقي المدير الفني لوفلي الألماني بيحاول أنه هو يدعم السيق اللي هو حصل عليها رغم أنه هو خروجه مبكراً من كاس العالم والأدوار في بطولة أوروبا الأخيرة أمام إسبانيا بستة هدافه كانت يعني تعتبر هديمة تقيلة جداً فبيحاول أنه هو يعود ده بشكل قوي ويؤكد أنه هو مدرب قوي كما أبهر عالم في 2014 بالفريق الألماني وده اللي احنا بنتمنىه وكل ده بيصب في مصلحة الكرة والمشاهد اللي هو بيحب الدور الأوروب اللي احنا بنتمنى طبعاً أنه نبقى في نفس القوة وأتمنى طبعاً مباراة ومشاهدة ممتع الجميع المحبي الدور الأوروبي عايز حدثك تكلمنا أيضاً عن مباراة البرتغال اللي زي ما قلت عايز يحافظ على اللقب أمام المجر ده شيء طبيعي البرتغال طبعاً هو المجر بيلعب أه على أرضه ولكن طبعاً حظوظه بالشكل العام هو مش مرشح اللي بيلفوز على البرتغال طبعاً البرتغال حملت اللقب ومستعدة تماماً ولكن الكرة هي كلها مفاجآت يعني إحنا طبعاً المجر عايز حق حاجة دي ده في نفس الوقت البرتغال طبعاً في الجهة المقابلة عايز حق بطولة تانية في دورتين متتاليتين فطبعاً ده هيخلي بصراحة المجموعة الستة بشكل قوي جداً وهو ده اللي إحنا بصراحة بننتظره وإن كانت بعض ناس متخوفة أنه ممكن ما يبقاش فيه قوة بسبب كورونا ولكن شكل جميع الفرق رفعت شعار لا بديل على الانفوز فانشغلنا نتمنى مباراة قوية بإذن الله شكراً جداً أستاذ حسام يعني ده كان لقائي مع الناقد الرياضي وكاتب الصحفي أستاذ حسام الغرباوي العودة لكم مرة أخرى في السوديو بنشكرك أكيد هنا وبنشكر ضيفك العزيز الأستاذ حسام الغرباوي على التقطير الأكثر مننا رائع خلينا بقى نروح بس